دمغجة وبعيدة على استعمالات قرانية في غير محلها وفي غير السياقها. رأي كراصة شخصية شريتها بفلوسها بكل بساطة. كراصتها شخصية عمدها ملاحظات شخصية لها خاصة بها سواء في علاقتها بالكتلة ولا بالنهضة ولا بالمجلس ولا باي جهة اخرى. رأي هذه معطيات شخصية. لا يجوز المساس بها ولا استعمالها. يزم يفهم سامور رأي مش كراصة اللجنة. ومش كراصة المجلس. كراصة السيدة صالحة. يعني رأيه لا يليق. هذا لا يليق اخلاقيا. اش فيها من مضامين وانحاسبوها من حاسبواش هذه مسألة شخصية تعنينا احنا ككتلة ولا كحزب. رأيه ما يجيش. وانت استعمل في الاية القرانية رأيه هذا ما يجيش. رأيه رأيه هذا نوع من واحد يتسلط على 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 فضاء خاص بشخص. وياخذ. لا يجوز. وانت استعمل في الاية القرانية يا سيد. رأيك انت اهنت زميلتك. وهنت امرأة. تنسية معاك. نائبة. وخوذ كان الحديث نتعى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اكرمهن الا كريم. وما هنهن الا لئيم. اقل ما يقال في هذا التصرف رأيه لأم. وعمل له اخلاقي لا يليق. رأيه كراستها كراستها. مش كراست لجنة. وانا رئيس لجنة عنا مستشار عنده المحاضر الكل يكتبها ويدوينها ويجيب لي صحفاء كيفك. ما انا رئيس لجنة. عنا زوز مقررين مستشارين من الادارة محايدين. يسجلوا كل التدخلات ويجوا يعطونا المحاضر ونمضوا. الرئيس والمقرر. وانت تخدم فيها الخدمة اذي. مش الكراست الخاصة المقرر بتاع لجنة من اليجان. ما نعملوش مغالطة. ما نعملوش مغالطة. وانت اهنتها وفكيتها الكراسة واستوليت عليها. وتحكى الاستلاة والسطو. وانت عملت سطو. واستلاة. عمل اخلاقي. احنا ما حبيناش الردوا عليك. قادرين بشوفوكوهالك. قادرين بشوفوكولك الكراسة بالقوة. لكن ما يليقش بالنواب. رايي اللي وقاع مهزة له. رايي مش تمس منك انت يا سمر. تمس من المجلس. تمس من هيبت هذا المجلس. تمس من وقر النواب. تمس من وقر هذا المجلس. يهديك يا سمر. رايك عملت حاجات ما تليقش بنائب. مش برئيس لجنة وعوض في تنسيق وسياغ. ورئيس معناه معك مقررة. ما هذا سلوك راه مرفوض اخلاقيا ويدان ويساق كل الشجب. وشكر.